قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن منتدى الاقتصاد المعرفية الثالث الذي يحمل عنوان بناء رأس المال البشري للاقتصاد المعرفي المزمع انطلاقه في مارس المقبل سيناقش مستقبل الوظائف والأعمال من منظور الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتعاون مع منظمات وحكومات عالمية وأوضحت العقيل أن المنتدى سيتطرق إلى سبل بناء منظومة الأسواق المعرفية ومفهوم التنافسية المعاصرة من منظور الاقتصاد العالمي وأسبل تعزيز قواعد السوق الخليجية المشتركة التي تتطلب نوعية خاصة من رأس المال البشرية المؤهل على تحقيق الرؤية الوحدة الخليجية اقتصاديا وتجاريا واستثماريا